في عهد دونالد ترامب تتحدث الولايات المتحدة بفائد قوة أو الأصح بفائد نفوذ وفائد سطوة كلام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من بروكسل عقر دار الأوروبيين يشبه النبي المزيف الذي يعاتب التابعين له مؤنباً إياهم هنا وناصحاً إياهم هناك وأما التابعون في القاموس الأمريكي الترامبي فهم ليسوا الأوروبيين فقط بل شعوب العالم قاطبة ترامب يعيد الولايات المتحدة إلى دورها القيادي المركزي التقليدي في العالم هكذا يقول بومبيو وهذا هو فعلياً هاجس الإدارة الأمريكية في السر والعلن هاجس يحول المسؤولين الأمريكيين إلى مبشرين بعالم وردي قوامه الانفتاح والعدالة والشفافية هذا في التبشير ولكن ماذا في التطبيق على أرض الواقع؟ وماذا يعني تغيير الاستراتيجية في سوريا لتصبح على غرار ما هي في العراق؟ فهل هذا تهديد بغزو دمشق؟ إدارة ترامب لا ترى جدوى من المؤسسات الدولية كيف لا؟ وهي تسعى إلى استعادة مجد الأحادية لا ترى جدوى من منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وسندوق النقد الدولي والبنك الدولي وحتى الاتحاد الأوروبي الذي يقف بومبيو على أراضيه مطلقاً انتقاداته ومشككاً بالتزام هذا الاتحاد تجاه مواطنيه أي منظمة لا تطبق حرفياً الإملاءات الأمريكية أو تخالفها ولو مر تصبح ترامبياً غير ذي جدوى وفي الصياق نفسه يندرج الرصاص السياسي غير العشوائي لبومبيو على خصمي أمريكا الأساسيين روسيا والصين فالعالم الترامبي الموعود لا يشمل بطبيعة الحال أي أصوات معطردة قد تشكل خطراً على موقع أمريكا المستعاد في العالم إنه عالم الدول النبيلة السبع على حد وصف وزير خارجية ترامب وإذا دققنا قليلاً في من تكون هذه الدول لابد أن يتبين لنا في الطليعة إسرائيل الكيان الإرهابية بالولادة والسعودية محمد بن سلمان وحروبها المفتوحة في الداخل والخارج بالإضافة إلى بعض الدول التي عملت أمريكا أصلاً على ولادتها عبر التقسيم ككوريا الجنوبية أو التي تطبق الإملاء الأمريكية من دون جدال كبعض الدول الأوروبية التي دعاها بومبيو إلى دفع نصيبها العادل في الأطلسي كي نتمكن من ردع أعدائنا على حد تعبيره ولعل أبرز تجليات عالم ترامب النبيل يظهر في الاتهامات الروسية لواشنطن باللعب بالورقة الكردية في مناطق شرقي الفرات ودعم داعش عتيداً وعتاداً والهدف تقسيم سوريا